مجلس الحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة كانت شاهدة عشية السابع من أكتوبر على إنجاز جديد سطرته مملكة البحرين في مسيرة دبلوماسيتها المراعية لحقوق الإنسان والسلام في المنطقة بعدما قطعت الطريق على محاولات التجديد لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن وأنهى التصويت الذي قادته مملكة البحرين مع روسيا مهمة أممية دامت أربع سنوات بعدما أثبتت فشلها الذريع في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن وخروجها مرارا وتكرارا عن المهام المناطة بها سفير مملكة البحرين يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف قال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت بنشر معلومات خاطئة عن الأوضاع في اليمن والتشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية لقد كانت مملكة البحرين ودول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى البلد المعني بمشروع القرار الطرفا أساسيا في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن استنادا إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام 2017 وعلى ضوء ذلك فقد قامت دول التحالف بالتعاون التام والشفاف مع فريق الخبراء البارزين إلا أنه الأسف الشديد أساء فريق الخبراء استعمال ولايته الممنوحة وتجاوز التعاطي مع قرار مجلس الأمن 22-16 وهذا يتنافى تماما مع قرارات مجلس الأمن كما أنه يؤصل ويشرعن للانقلاب في اليمن وقد كانت لتقارير الفريق أثر كبير في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية وإعاقت عودة الحكومة الشرعية وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية اليمن هذا البلد العربي الأصيل يستحق التعاطي معه حول مسألة حقوق الإنسان بشكل أفضل وأكثر نجاعة ولهذه الأسباب جميعا يطلب وفد بلادي التصويت على مشروع القرار L-11 وسيصوت ضده كما يستحث باقي الدول للتصويت ضد المشروع بدورها قالت المملكة العربية السعودية على لسان مندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل إن السعودية لا تعترف بما يصدر عن الفريق من تقارير مسيسة ومخرجات تم التوصل إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر قير موثوقة مضيفا أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينا على عدم الحياد متسائلا هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها من جهته يعتبر تحالف دعم الشرعية أن تقارير الخبراء الدوليين في اليمن تعتمد على معلومات مضللة من أطراف مجهولة ومنظمات قير موثوقة مشددا على أن فريق الخبراء يستند في تقاريره على ادعاءات ومزاعم ليس لها أساس من الصحة في الفترة الماضية مع بداية شهر سبتمبر كان هناك تقرير الخاص بالخبراء من مجلس حقوق الإنسان لحالة حقوق الإنسان في اليمن تم تسليمه أن مجلس حقوق الإنسان التحالف في حينه كان هناك بيان من التحالف في هذا الجانب وأعلن رفضنا للنتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تقييم الحالة الإنسانية في اليمن الحكومة اليمنية الشرعية أيضا أكدت رفضها لهذا التقرير لعدم وجود الشفافية والمهنية وأيضا للحياز مجموعة الخبراء في هذا التقرير أما الحكومة اليمنية فأعلنت عن رفضها لتقارير فريق الخبراء جملة وتفصيلا وصفة إياه بالكارثي حيث أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني انحياز الفريق عدم مهنية وافتقاره لمصادر ميدانية واعتماده على معلومات مضللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك ميليشي الحوث المدعومة من إيران وتعمد الفريق الأممي تجاهل التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوث الإرهابية التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن ورفضت كافة جهود إحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن